نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا للفتسال المغرب 2024 تعرفنا على المجموعات تعرفنا على موعد البطولة على كل شيء أقولك في الفيديو ده على تفاصيل القرعة ونتائج القرعة التي أقيمت اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمغرب السلام عليكم ورحمة الله في البداية بطلب من حضراتكم عمل لايك للفيديو اشتراك في القناة شير مشاركة في كل مكان أعيز أقولك أن النسخة اللي جاية هي رقم 8 من كأس أمم إفريقيا للفتسال كرة القدم داخل القاعة والمغرب هينظم البطولة للمرة التانية على التوالي 2020 كان نظمها المغرب وفاز بها المنتخب المغربي في النهاية على المنتخب المصري وهو المغرب ينظم البطولة للمرة التانية على التوالي بعد انسحاب موزمبيك من التنظيم النهاردة كانت القرعة في مركب محمد الثالث لكرة القدم وأدارة القرعة أسطورة كرة القدم المغربية نور الدين نايبت نور الدين نايبت كلنا عارفين وكلنا شفناه قبل كده في المنتخب المغربي وفي الأندية اللي لعب فيها عندي سؤال لحضراتكم هل تعرفون كم نادي لعب له نور الدين نايبت اسكر لي في التعليقات كم نادي لعب ليه نور الدين نايبت تساهلك الموضوع هم خمس أندية بدأهم بنادي الوداد المغربي بعد كده احترف في أوروبا ولعب في أربع أندية أوروبية في الدور الفرنسي والبرتغالي وأيضا الإسباني والإنجليزي قل لي في التعليقات أسماء الأندية اللي لعب لها نور الدين نايبت نجم وأسطورة كرة القدم المغربية طيب بالنسبة للمنتخبات اللي تأهلت إلى بطولة كأس الأمم الأفرقية للفوتسال النسخة القادمة المغرب 2024 كان عندنا ثلاث منتخبات تأهله وتأهل مباشر بدون لعب التصفيات وهم المغرب ومصر وأنجولا أصحاب المراكز الأول والتاني والتالت في النسخة السابقة وتأهل خمس منتخبات من التصفيات اللي هم موريتانيا على حساب منتخب الكاميرون وليبي على حساب منتخب الجزائر ونميبي على حساب منتخب تنزانيا وزنبي على حساب منتخب موزنبيق وغانا على حساب منتخب كوديفوار التمانية وصلوا لكأس الأمم الأفريقية وتم تقسيمهم النهاردة إلى مجموعتين كل مجموعة فيها أربع منتخبات يعني كل منتخب هيلعب في دور المجموعات تلات مباريات يتأهل أول وتاني كل مجموعة إلى دور نصف النهاية ومن خلال نصف النهاية أول تلات منتخبات صاحب المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث هيروحوا كأس العالم للفوتسال كرة القدم داخل القاعة الذي سيقام في أسباكستان 2024 يبقى بطولة كأس الأمم الأفريقية مهمة جدا لذاتها كأنها البطولة الأولى في لعبة الفوتسال داخل القارة الأفريقية أيضا مهمة جدا لأنها مؤهلة لكأس العالم أسباكستان 2024 أقيمت القرعة النهاردة على أساس التصنيف للمنتخبات الأول أفريقيا طبعا المتخب المغربي والأول في هذه البطولة ورقم 8 عالميا مصر 39 عالميا ليبيا 41 عالميا أنجولا 46 عالميا زنبيا 90 عالميا موريتانيا 114 عالميا ناميبيا وغانا خارج التصنيف دول التمانية اللي إن شاء الله هيلعبوا كأس الأمم الأفريقية وأجرية القرعة اليوم على أساس هذا التصنيف تم تقسيمهم إلى 3 مستويات المستوى الأول موجود فيه المنتخب المغربي والمنتخب المصري المنتخب المغربي بصفته منظم البطولة على رأس المجموعة الأولى والمنتخب المصري بصفته الثاني إفريقيا بعد المنتخب المغربي على رأس المجموعة الثانية يبقى التصنيف والمستويات المغرب مستوى أول مصر مستوى أول المستوى الثاني فيه منتخب ليبيا ومنتخب أنجولا والمستوى الثالث أربع منتخبات يعني ضموا المستوى الثالث مع المستوى الرابع زامبيا وموريتانيا ونميبيا وغانا يعني الأربع منتخبات بنفس المستوى ولكن مستوى أول مصر والمغرب مستوى ثاني ليبيا وأنجولا مستوى الثالث ورابع ضموهم مع بعض زامبيا وموريتانيا ونميبيا وغانا لو ذكرتك بسجل الأبطال قبل ما أقولك المجموعات اللي أصفرت عنها القرعة النهاردة منتخب مصر عنده ثلاث ألقاب 1996 وسنة 2004 المنتخب المغربي عنده لقابين 2016 و2020 المنتخب الليبي عنده لقب واحد سنة 2008 القرعة أجريت اليوم وانتهت منذ قليل وأصفرت عن التالي المجموعة الأولى فيها منتخب المغرب ومنتخب أنجولا ومنتخب غانا ومنتخب زنبيا والمجموعة الثانية فيها منتخب مصر ومنتخب ليبيا ومنتخب ناميبيا ومنتخب موريتانيا ثلاث منتخبات عربية موجودين في المجموعة الثانية أعتقد مجموعة في منتهى القوة أيضا المجموعة الأولى في منتهى القوة يبقى أصفرت القرعة عن مجموعتين المجموعة الأولى المغرب وأنجولا وغانا وزنبيا والمجموعة الثانية فيها مصر وليبيا وناميبيا وموريتانيا قل لتوقعتك في التعليقات مين يقدر يتأهل من المجموعتين إلى نصف نهاية كأس أمم أفريقيا للفوتسال المغرب 2024 لا تنسى دائما دعم القناة بلايك اشتراك في القناة شير مشاركة برتاج في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته